النهاردة برضو من ضمن الأحداث العالمية النهاردة نادية نصر السعودي بيقدم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب مارسول بارك الخاص بالنادي اللي كان كامل العدد فول بوكت بحضور 30 ألف متفجأ متفرج ومشجع بجانب الظهور وطبعا في مؤتمر صحفي مع رئيس النادي عشان يتكلم عن طموحاته مع النادي السعودي شفناه النهاردة فيه المؤتمر الصحفي شفناه كمان فيه غرفة اللبس مع اللعيبة قبل ما يطلع أو يروح لمنتصف ملعب بحضور 30 ألف مشجع ومتابع خذونا نستعرض تصريحات مثلي ألم عمر رئيس النصر السعودي كانت تصريحات مهمة جدا قالت أن رونالدو طبعا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من الطبيعي أن يكون هو اللاعب الأعلى راتبا ما بين كل النجوم في نادي النصر لكن النجم البرتغالي على توازي طلب من إدارة نادي النصر أن هما يعملوه زي ما بيعملوه كل زملائه في الفريق من كل النواحي بمن فيهم المكافئات قال كمان مثلي ألم عمر أن وجود نجم بجمهرية وشعبية كريسيانو رونالدو ونادي بحجم شعبي وشعبية النصر ومنافسة مثل الدوري السعودي كفيلة باستقطاب رعاة كبار وحيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن السبونسر أو الرعاة الجدادة اللي هيخشه طبعا لي كرعاة رئيسين لنادي النصر بعد إتمام طبعا هذه الصفقة صفقة القر بالنسبة للسعوديين بيكمل مسألة المعمر بيقول أن الصفقة ليست صفقة لاعب جاء ليفوز بمباراة أو حتى بطولة هي إلهام قدوة للشباب في السعودية والنصر تحديدا صفقة رونالدو ليست لدعم الفريق داخل أرضية الملعب فقط بل لدعم الأكاديميات أيضا التي نسعى لتأسسها بشكل كامل هيكون هناك عوائد جديدة للنادي وعقود رعاية إضافية بكل تأكيد بعد التعاقد مع كريسيانو رونالدو هذه كانت تصريحات مثالي على معامر رئيس نجلس إدارة نادي النصر السعودي نروح بقى لتصريحات كريسيانو رونالدو في مؤتمر الصحفي بعد انضمامه لفريق النصر السعودي قال غملي في أوروبا انتهى أنا لعبت أكتر أو لأكبر أندية القارة فخور بما قدمته هناك لكن حان الوقت لمغامرة جديدة في قارة أسيا وقال كمان إن انضمامي إلى فريق النصر ليس فقط من أجل تطوير كرة القدم هو فعلا هيعمل على تطوير كرة القدم لكن من أجل الأجيال القادمة والأطفال في هذا البلد في المملكة العربية السعودية قال كمان كريسيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي أن أنا وصلتني عروض كتيرة جدا من أوروبا من برازيل من أستراليا من أمريكا لكن أنا اديت كلمة أعطيت كلمة لهذه الفريق كنت ملتزم بها العيلة بتاعته دعمته في قراره أطفاله دعمه كان فيه ترحيب رائع على حد تعبير وقول كريسيانو رونالدو طبعا الحدث مهم جدا في تاريخ المنطقة في طريق السعودية في طريق النصر شفنا أجواء احتفالية رائعة جدا شفنا متابعة شفنا حضور رائع في الملعب النهاردة شفنا طبعا الأشبال زي ما احنا شايفين دلوقتي الأشبال اللي هم يعني بيتصوروا جنب الأسطورة كريسيانو رونالدو وإحنا شايفين على فكرة البنات دي من الفريق السيدات الخاص بي اللي بلعبوا في نادي النصر السعودي على فكرة النهاردة كريسيانو رونالدو أكيد طبعا هو نجم رقم سبعة حدف النهاردة أو بوقع النهاردة على سبع كور وشاط السبع كور للجماهير لقطتين طبعا دهالي بنت كانت من المتيمين بكريسيانو رونالدو يعني في لقطات النهاردة يعني طريفة جدا رقطات رائعة جدا عيلة طبعا كريسيانو رونالدو هي دخلة لأرضية الملعب بتحتفل مع الجمهور بانضمام كريسيانو رونالدو للادي النصر السعودي أجواء من الفرحة يعني أجواء من الاحتفال في كل السعودي وأنا أعتقد أن الجمهور اللي كان حاضر هو ليس فقط أكيد جمهور نادي النصر هو كل الفرق السعودي اللي عايزة تتابع عايزة تسجل هذه لقطة تاريخية في المملكة العربية السعودي هنا طبعا كان في غرفة لبس كان بيسلم على زميله في الفريق بيرحبوا به غرفة لبس نادي النصر السعودي هذا طبعا بعد مباشرة بعد المؤتمر الصحفي اللي احنا لسا مستعرضين أبرز التصريحات بتاعته سواء من قبل مثلية المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر أو من قبل كريسيانو رونالدو طبعا كان حاضر برضو في هذا المؤتمر الصحفي المدير الفني لنادي النصر السعودي يتكلم طبعا مرحبا بكريسيانو رونالدو ويقول أنه إزاي حيتعاون مع كريسيانو رونالدو في قيادة الفريق